أمريكا الشيخ محكم تعليق الآيات القرآنية هو لحديث الشريفة في مجلس مثلا أو في السيارة نعم تعليق الآيات القرآنية في المجالس أمر مبتدى أحدثهم الناس ولم يكن ذلك معروفا في عد السلف الصالح وذلك لأن القرآن الكريم ليس وشيا توشى به الجدران وتزين به كما رأينا بعض الناس يعلق لوحة يكتب فيها آية تجعل هذه الآية كأنها قصر كأنها قصر بحيث تهندس على صفة البناء الذي فيه الشرفات رأينا ذلك أضهم علق الصورة تقوله الله أحد على هذا الوشع إذا رأيته تقول هذا قصر والقرآن أشرف من أن يكون زينة ووشة في الجدران وإن قصد بذلك التبرك فليس التبرك بأن يكتب كتاب الله ويعلق بالجدران التبرك بالقرآن حقيقة هو التبرك بتلاوة فإن كل حرف منه بعشر حسنات كذلك أن يريد بذلك الاتعاض والتذكر فإننا لم نجد أن المجلس الذي يكتب فيها شيء من آية الله يزدار فيه تقوى الناس واتعاضهم وتذكرهم بل إننا نرى بعض هذه المجالس يفعل فيها المنكر يشرب الدخان فيها يغتاب فيها الناس تؤكل لحومهم وما هذا إلا نوء استهزأ اكتب الله فوق رأسك وأنت تسهر به في معصية الله إن أرد بذلك التحصن والورد كما يعلق تعلق الآيات على الصدور فهذا أيضا بدعة ما كان السلف الصالح يتحصنون بمثل هذا أن نكتب الآيات على جذرانهم وهذا الأخير أن يقصد به التحصن يوجب أن الإنسان يعتمد على ذلك ولا يقرأ هو بنفسه الآيات التي فيها التحصين مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح ومثل الآياتين الأخيرتين في سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه تجد الإنسان يعتمد على ما كتبه في هذا المجلس أو في مقدم البيت متخال البيت ويقول الآن احتمى البيت بما كنت فيه من الآيات ويعرض عن التحصين الحقيقي الذي هو في التلاوة لذلك نرى أن لا تعلق هذه الآيات على الجدل أما الأحاديث فإذا علق ما يناسب المقام مثل أن يعلق كفارة المجلس فهذا لا بأسف لأن هذا تذكير وينتفع به الناس فالإنسان إذا رأى مكتوبا عند باب المجلس كفارة المجلس أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فإنه يتذكر هذا ويقوله كذلك التعليق في السيارات إذا كان التعليق في السيارات أذكارا وارجة مناسبة مثل أن يعلق الإنسان في السيارة دعاء الركوب فإنها لطيب وتذكير ولا بأس وكل الإنسان يشعر بأنه يستفيد من ذلك ويحبذ لو كانت الكتابة بحرف مكبر بحيث يقرأه من في الخلف لأن هذه الكتابة الصغيرة لا يقرأها إلا من كان إلى جانبها إلا من كان إلى جانبها والذي يقرأها أما من كان في الخلف فلا استطيع قراتها فلو جعلت في خطا كبير إذا أمكن حتى أقرأها من في الخلف لكان هذا طيب نعم